زي ما قلت لكم اليوم النهاردة يوم مارس الكولر محمد جمال هيتكلم كتير عن مارس الكولر هيتكلم كتير عن إنجازات مارس الكولر من أول 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 مغالبا مارس الكولر بدأ الكرة جي من النهاردة محضر حاجات مهمة جدا بعد هذا الفاصل هليكم معنا منظمة الكونفرشيس خاصة مصر بناخد المؤتمر السنوي ليها في مصر وده حاجة يعني مهمة جدا الحقيقة ناتج تتبعهم وشافوا قدقيه برامج ريادة الأعمال وبرامج ريادة الشباب اللي توليها الدولة المصرية على المستوى يعني وزارة الشباب ورياضة وعلى مستوى أيضا الدولة المصرية السكرتير عامل المنظمة ورئيس قطاع الفني لإعطاء المشروعات للدول الحقيقة ومعظم الدول على المستوى الأفريقي وعلى المستوى الغربي هم موجودين في هذا اللقاء الحقيقة فيه دعم المشروعات اللي احنا بنقوم بيها في مجالات ريادة الأعمال والشركات الناشئة والأفكار الشبابية احنا نحظة كمان يوم الخميس في البرنامج بلقاء دولة رئيس الوزراء مع المجموعة الخاصة بالخبراء والأمانة العامة للكونفجز اللي هتولى أيضا أو هيتم تبادل الأراء عن تطوير المرتقيات القادمة لكن احنا في وزارة الشباب الحقيقة بنسعب شكل كبير جدا مش بس على المستوى المحلي ومستوى أداءنا كجزء من الحكومة المصرية لكن أيضا تعاونا مع كل الجهات الخارجية اللي ممكن نحنا نتعاون معها لدعم أفكار الشباب وتدريب المرتبط بتقليل مشكلات البطالة وجانب الاقتصادية في ريادة الأعمال بالفكر وبالعمل وأيضا تبني بعض المشروعات اللي ممكن يكون فيه بداية العمل فيه أنا سعيدة جدا بالتواجد في مصر لتعزيز العلاقات بين الكونفجز ومصر علاقة من عشرين عاما من القدم سنشارك في تظاهرة الكونفجز كمنظم ومصر مستقرة وتساهم دائما في دعم الكونفجز لإعانة الشباب وأنا سعيدة جدا لأن مصر استدعتني الكونفجز من واجبها أن تدعم الشباب المصري وشباب الدول الأعضاء في الكونفجز أنا فخورة أن الكونفجز نموذج للتسامح وتقبل لاختلاف شباب كل الدول المشاركة سيحظى بدعم مادي مالي من الكونفجز وكلهم على قدم المساواة وذا الشباب بتتعاون مع منظمة الكونفجز منذ عام 2018 منظمة الكونفجز بتدي تمويل للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة منح مالية لا ترد بنسبة 75% من إجمال المشروع النهاردة اللجنة الفنية دي لجنة موجودة من منظمة الكونفجز من كل الدول الناطقة باللغة الفرنسية اللي هي قائمة على تمويل المشروعات الصغيرة من خلال برنامج التمويل هما اختاروا الأهمية مصر برامج رياضة الأعمال للشباب وما تقدم وزارة الشباب والرياضة لبرامج التمكين الاقتصادي للشباب وريادة الأعمال إحنا كوزار الشباب والرياضة بنيدي برامج تدريب وتأهيل الشباب لريادة الأعمال وإن إزاي الشباب بيبقوا عندهم أفكار لمشروعات صغيرة بعدها الشباب بيتولد عندهم فكرة مشروعات أو بيبقى فيه شباب من غير ما ياخدوا برامج التدريب عندهم مشروعات صغيرة اللجنة الموجودة دي جاية تختار مشروعات صغيرة على مستوى الدول كلها كل الدول مقدمها مشروعات واللجنة اخترت مصر تنعقد فيها لاختيار المشروعات ومصر مقدمها 21 مشروع للشباب المصري